السلام عليكم زملائي العزائي. اهلا وسهلا بحضراتكم في دورة البرين. طبعا احنا عارفين ان البرين بيشارك وبينظم وبيقوم بالعديد من الوظائف المهمة علشان كده من المهم جدا ان احنا نتعرف على الاناتومي الخاص بالبرين. في الدورة دي احنا هنشرح البرين وهنوضح الاناتومي الخاص بالبرين في الامار اي وفي الستين. المحتوى اللي احنا هنتكلم عنه في الدورة دي هو اكل من المينجيس والفينتريكولار سيستيم والسريبرام والدينسيفالان والليمبيك سيستيم والبرينستيم والسريبيلم والسريبرال فاسكولار سيستيم واخيرا الكرينيا نيرفز. هنتكلم عن كل حاجة من دول في فيديو خاص به. يعني احنا في فيديو المقدمة دلوقتي هنشرح في المينجيس. المرجع اللي بعتمد عليه في الدورة دي هو كتاب اسمه سكشن الاناتومي فور اميجنينج بروفشنالس هسيب لينك تحميله. هتلاقوه على قناة المختصة المفيد الموجودة على تليجرام. اول حاجة هنتكلم عنها هي المينجيس. المينجيس هم عبارة عن ثلاث اغشاية بيحيطوا المخ من الخارج علشان يحمونه. وهما بالترتيب كده. اول غلاف من الخارج اسمه بعد كده الاراكونايد من برين بعد كده البيا ماتر. احنا عندنا ده البرين ملتصق بيه البيا ماتر. بعد كده الاراكونايد ماتر وبعد كده الديورا ماتر وبعد كده بيكون فيه الكرينيام. اول حاجة هي الديورا ماتر. الديورا ماتر هو الغلاف الخارجي وهو الغلاف الاقوى وهو بيتكون من طبقتين. وبيكون متصل بالبرينستام افزة كرينيام. بيقع ما بين الدوراماتر والكرينيوم مجموعة فيسلز اسمها مينجيال فيسلز وظيفة الفيسلز دي هي انها بتعمل بلات سابلاي للكرينيوم والمينجيز وبيكون فيه فراغ ما بين الدوراماتر والكرينيوم احنا عندنا دي الدوراماتر هم عبارة عن طبقتين ودي الكرينيوم بيكون موجود ما بينهم المينجيال فيسلز وبرضه بيكون موجود ما بينهم فراغ اسمه إبيديورال سبيس او إكسترا ديورال سبيس بيتوجد ما بين طبقتين Dural Mater Sinuses اسمها Dural Sinuses ووظيفتها هي انها بتعمل Venus Drainage From The Brain بعد كده نيجي لل Dural Folds احنا عندها اتنين Dural Folds اول حاجة هو الفالكا سريبراي وتاني حاجة هو تنتوريوم سريبل لائ الفالكا سريبراي ووظفته هو انه بيعمل سيبريد ما بين سريبرا الهمسفير احنا عندنا رأي سريبرا الهمسفير وليفت سريبرا الهمسفير بيفصل ما بينهم ديور الفولد اسمه فالكا سريبرال وتاني حاجة من الديور الفولد هي تنتوريوم سريبل لاي ودي بتكون موجودة ما بين السريبرا والسريبيلا والتنتوريوم سريبل لاي بيكون موجود خلالها فتحة بيضوية الشكل كده اسمها تنتوريال نوتش أو تنتوريال انسجورا الفتحة دي هي نقطة اتصال ما بين فيه عندنا اتنين سبيس سوبرا تنتوريال سبيس وانفرا تنتوريال سبيس النقطة التي تصل ما بينهم بتكون من خلال الفتحة دي ده هي لانها برضو بتكون محيطة بالميد برين نيجي بعد كده للاراكونايد ميد برين الاراكونايد ميد برين بيفصل ما بينه وما بين الديوراماتر سبيس اسمه ساب تيورال سبيس يبقى احنا عندنا اول حاجة اسمها ديوراماتر وبعد كده بيبقى فيه الاراكونايد ميد برين بيفصل ما بينهم سبيس في سبيس كده ما بينهم اسمه ساب ديورال سبيس وبيفصل ما بين الاراكونات الممبرين والبياماتر سبيس تاني اسمه ساب راكونات سبيس الاسبيس ده مهم جدا لانه بيحتوي او بيمر فيه السيريبرو سباينال فلاود السائل اللي هو اسمه سي اس اف واخيرا البياماتر البياماتر بتكون مليانة بالقوعية الدموية بتكون ملتصقة مباشرة بخلايا الدماغ ودي صورة سي تي بتوضح لنا الفلقة السيريبراي ادي الراية سيريبرا وليفت السيريبرا في المسفير بيتواجد ما بينهم الفلقة السيريبراي وده عندنا السيريبراي 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 بيكون موجود اسفل زي في الصورة دي كده ادي السيريبراي وده فوقه موجود السيريبرا بيفصل ما بينهم حاجة اسمها تنتوريوم سيريبراي شايفينها كده باللون اللابية شوية ادي تنتوريوم سيريبراي بعدها سيريبراي وده سريبرام بيفصل مبينهم تنتوريام سريبر لاي وده الريت سريبرا الهيمسفير والليفت سريبرا الهيمسفير بيفصل مبينهم الفالكس سريبراي وده صورة مر اي تي وان كورونال سيكشن بيوضح لنا الفالكس سريبراي عندنا الريت سريبرا الهيمسفير والليفت سريبرا الهيمسفير بيفصل مبينهم الفالكس سريبراي وده عمتا كله السريبرام وتحت موجود تحت هنا كده السريبلام وبيفصل ما بينه التنتوريام سريبل لاي وده ساجتال فيو بيوو بيوضح لنا السريبرام وسريبلام وبيوضح لنا التنتوريام سريبل لاي يبقى الجزء ده اسمه تنتوريام سريبل لاي لانه بيفصل ما بين السريبرام فوق والسريبلام تحت وفي الناحية الصورة الثانية هناك كده معانا الراي سريبر الهمسفير وليس سريبر الهمسفير بيوصل ما بينهم فالكا السريبراي وبكده نكون خلصنا اول فيديو من دورة الكروستيشن الاناتومي وحاسب لكم لينك البيدي اف ده في وصف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته